بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم الإخوة والأخوات جميعا أصدقاء وعائلات وأقارب الفقيد المرحوم بشمول برحمة الله تعالى سعلي الشحور أولا بغيت نشكر جمعية فكر ومعها النادي سيدي إفني للصحافة والإعلام لفكروا وقروا أنهم ينظموا هذا الحفل التأبيني لواحد من أبناء المدينة دي إفني سي علي شحور لفقد دياله كان مفاجئ وكان بغتنا جميعا وصدمنا في نفس الوقت صدمنا لأنه أولا علي شحور هو واحد من الأبناء ديال المدينة اللي كانوا يتميزوا بالأخلاق الطيبة وبالحسن المعاشرة وبالتلقائية في مساعدة الناس ويعني بالحضور دياله دائما إلى جانب الساكنة سواء في المصار السياسي دياله أو لا من خلال العمل المهني دياله بمستشفى سيدي إفني فأولا نعزيه رسنا وتانيا نجدد تعازينا للعائلة للزوجة والأبناء البنات والجميع عائلة علي الشحور ونقوله بأنه دائما غد يبقى يعني حاضر معنا حاضر معنا بالأخلاق دياله حاضر معنا بالمواقف دياله حاضر معنا بالطيبوبة دياله وبالاستعداد دياله كيفما قلت لمساعدة الجميع شخصيا أنا كانت التجربة ديالي مع سيعالي بدأت في الجامعة في سنة 96 بالضبط فشكنا في جامعة القضعياد بمدينة مراكوش وهنا عشرة سيعالي شحور كان سابقني بواحد سنتين لكن الحرص دياله على مساعدة الطلبة الجدد واللي أنا كنت منهم في ذلك الوقت يعني كانت لا تخطئوه العين كان دائما حاضر ومستعد أنه يسهل الاندماج ديال طلبة ديال ديال المنطقة وديال الجنوب كله في الحياة الجامعية بصفة عامة عالي شحور دائما كان كي يقول لي إحنا ثلاثة اللي سبقنا بالدرسنا العلوم السياسي نويك والغدير فعلا كان سيمحمد الغدير ثم السيعالي ثم عبد الربي فهذا المسار اللي كان مشتركة على المستوى التحسين الجامعي خلا واحد مجموعة ديال الأواصر ديال المحبة وديال الصدقة تشكل فيما بيننا والحمد لله اللي بقات إلى أن وفاه الأجل المحتوم وكانت غد تتوج بمسارات سياسية مشتركة ولكن الموت لم يمهله وحرمنا منه بغيت نشكر جمعية فكر بغيت نشكر مروان إيجيوي على هذا الالتفات الطيبة بغيت نشكر سيمحمد أنفلوس نادي سيديفني الإعلام والصحافة على هذا الالتفات الطيبة وبغيت نشد على أيديهم بحرارة لأنه بالفعل مجموعة من أبناء المدينة المعروفين بمواقفهم معروفين يعني بمساهماتهم من أجل الرفع من يعني من المدينة ومن 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 قيمة ديلها يعني كمنطقة معروفة بأنها يعني فيها ناس عندهم مصداقية وعندهم يعني حرص على المصلحة العامة فبغيت نشكرهم لأنهم فكرون مرة أخرى بأن هناك أحبة فقدناهم ومن بينهم سي علي الشحور وبغيت نقول بأن هذا الموت ديال علي الشحور رحمه الله أعطانا درس بأن كل ناس اللي كيدوروا بنا خصنا نحترمهم خصنا نقدرهم خصنا نبغيوهم خصنا نستمتعوا بال يعني بالصداقة ديالهم خصنا نكونوا أوفياء لهم لأنه في أي لحظة ممكن نفقدهم وممكن أننا نتحرموا منهم فعلي الشحور سيظلوا غسما راسخا وشفنا كيفاش كانت تجاوب ديال سواء الناس اللي من الجيل دياله أو اللي من الجيل دياله من بعد أو اللي من الجيل اللي قبل كيفاش تجاوبوا بعفوية وبينوا على يعني على الحزن ديالهم بينوا على التضامن ديالهم مع الأسرة الفقيد لأنه بالفعل كان عهل الشحور يمثلوا نموذجا متفردا في العصامية المصار السياسي دياله داخل حزب استقلالهم بعد منه داخل تجمع الوطني الأحرار المصار المهني دياله اللي مصار مهم جدا اللي يجمع فيه ما بين التحصيل العلمي الأكاديمي بالجامعة وتحصيل في القطع الخاص خاصة يعني الاهتمام بموضوع الجودة والتيمة ديال الجودة وكان واحد من سباقي من أبناء المنطقة اللي درسوا هذا الموضوع هذا وأيضا المصار المهني دياله في وزارة الصحة فهذه التجربة المتفردة اللي بسمات على واحد العطاء سواء منه أكاديمي أو لمهني واللي كانت قد توج بدكتورة عن مقارب لكن القدر لم يمهله طويلا هذا نموذج من نماذج للأبناء المنطقة الذين يحتد بهم وأنا أدعو الشباب أنهم يوضعوا مثل هذه البروفيلات قدام عينهم ويعتبرهم قدولهم في المستقبل مرة أخرى بغيت نعزي بحرارة عائلة الفقيد خاصة العائلة الصغيرة وخاصة بغيت توجه الكلمات للبنات ديولو ونقولهم بأنه الفقد ديال الوليد كان فقدا يعني شديدا وطأة على الجميع أنا عارف غيكون عليهم هما أكتر لكن هذا حافز لهم باش إن شاء الله يمشيوا في نفس المسار ويعتبروا دائما قدوة ويحاولوا إن شاء الله مستقبلا أنهم يمشيوا في المسار دياله ديال التحصيل العلمي والأكاديمي ويعرفوا بأنهم يعني يراه بحلهم بحل الساكنة وكلهم فقدوا يعني واحد الفقيد اللي هو عزيز على الجميع وبأنه يكون حافز لهم في المستقبل فشكرا للجميع وشكرا لساكنة الإقليم وشكرا لساكنة مدينة سيديفني كنت سأكون حاضرا معكم اليوم يعني بشكل شخصي لكن للأسف نظرا للمشاغل المهني اللي أنتم ما كنتعرفوها فغيصعب عليها هذا ولكن أعدكم بزيارة وبحضور قريب ودائما عند الوعد وعند الكلمة والقضايا والإنشغالات ديال المدينة وديال الإقليم فغيصبق دائما حاضرا يعني عندي شخصيا وسأتابعها وكل ما يعني سبق أن تفقنا عليه وتعهدنا عليه سوف نسير فيه إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم